نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء ما تداولته بعد صفحات التواصل الاجتماعي عن اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار من جانبها أكدت هيئة القناة على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين مصريين موضحة أنه لا يمكن المساس بقناة السويس أو بأي من مرافقها بموجب الدستورة الذي ينص على التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزا